اشتركوا في القناة 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 إذن الخط الساخن هو عبارة عن خط تليفون للناس عشان يسألوا أسئلة أو يعني يحكوا مع شخص أو يحكوا عن شيء معين طيب ننزل بقية الصور اللي كان عم بعملوا أشياء تمام عدا رايتين عن إيميل وهذا الناك عم يشوفوا الخرائط إلى آخر طيب كويك تشيك فوكابلاري نايم تيجزين دا كافي كافي كامبراهنشان آنسر بحكي لك سمي الأشياء اللي بالمطهر تمام الأشياء اللي يعني مثلا في عندك كمبيوتر في عندك تليفجين إلى آخر الأشياء الموجودة اللي كنا عم نحكي كافي مثلا إلى آخر طيب هون عم بحكي لك يسرنا مات is talking on the phone إذن مات كان عم بحكي على الهاتف صح ولا غلط صح كان عم بحكي على الهاتف طيب مايك and Darren are talking to customers إذن مايك ودارن كانوا عم بيتكلموا مع الزبائل يعني نرجع عند مايك ودارن لا ما كانوا عم بيتكلموا مع الزبائل مايك and Darren are reading magazines فشو الجواب أنت راح تحكي No لكن هون الآن ما بنكرروا نحكي مايك and Darren لما بنصحح هذه الجملة نحكي they are reading magazines إذن هم عم بيقرؤوا مجلات فرانك and Jason are having coffee إذن فرانك و جيسون عم بيتناولوا القهوة نرجع عند فرانك and Jason are eating sandwiches فشو الجواب يا حلوين يا أمامير راح تكتبوا No يلا نفس الشي they والذي لأنه ضمير جميع بياخد آر طبعا they عائد على مين الشخصين هذو اللي حكينا عنهم اللي هما فرانك and Jason تمام they are eating sandwiches حلوين لحد الآن طيب Henry is writing an email to a customer إذن Henry is writing an email to customer Henry is writing an email to customer صحيح مية بالمية وعندنا الأخيرة يا حلوين Ryan is working صحيح إنه Ryan عم بشتغل خلينا نشوف Ryan لا Ryan is serving the internet and drinking coffee إذن هو عم يتصفح الانترنت وبشرب قهوة إنه الآن راح نحكي هي لأنه شخص واحد تمام he is surfing the internet and drinking coffee إذن هو عم يتصفح الانترنت وعم يشرب القهوة هون في عنا pair work عمل ثناي ask and answer about the people at the office اسأل واجب عن الناس اللي موجودين في المكتب what أو بالكفل what is Ryan doing إذن راين شو كان عم يعمل he is drinking a cup of coffee تمام الآن راح تسأل what is Ryan doing تمام أو أي اسم شخص من الأعلى تمام he is drinking a cup of coffee هو عم يشرب كأس من القهوة يعني حاول أنه يبدله شوى بدل أنه يشرب قهوة حكوا كأس من القهوة تمام وكان كمان surfing in the internet بس ما ذكروا واختصروا طيب الآن لما بدنا نسأل عن شخصين إحنا لما بدنا نسأل عن شخص واحد إنه شو عم بيعمل بنيحكي what is Ryan ومنحكي اسمه هون ومنحكي كلمة doing طيب لو آن شخصين راح أحكي what are Frank and Jason doing تمام طيب هلا إذا هم معروفين هذول معروفين يعني إحنا بنحكي حوار بحكي what are they doing يعني ممكن أحكي they بدل Frank and Jason تمام إذا كنت عم بحكي المرة الثانية والثالثة. أما إذا أول مرة لازم أعرف عنهم. What is Ryan doing? هون ممكن أحكي إذا راين معروف. What is he doing? هو شو عم بعمل خلاص هما بيعرفوا أنه هو مقصود في راين. المهم. What are Frank and Jason doing? شو عم بعمل Frank and Jason. مثل ما حكين هون. They are eating sandwiches. وأنا بحكي لك. You are having a break at the cafe. Roll the phone conversation with a friend. Talk about the people at the helpline. وفي الان تستريح في مقهى. حاول تعمل محادثة. أو كأنك عم تحكي مع شخص على التلفون. وحكي عن الناس اللي موجودين بالكافة. يعني نفس الطريقة هاي. تمام. تعمل حلقة هم تحكي بالتلفون. Hello this is Matt. What are you doing? إلى آخرين. وتحكي عن الناس اللي بالمقام. مثلا تحكي Ken is watching TV. Ryan is surfing the internet. أو إذا في جمل غير هاي الجمل ممكن تكتبه. الآن ننزل للقواعد. تمرين رقم ثلاث. الآن نجح على القاعد اللي منسميها. The Present Progressive Tense. إذن. زمن. الحاضر المستمر. Progressive يعني المتقدم أو المستمر. تمام. نسميها إسم ثاني إحنا. Present content us. تمام. المبارع المستمر. طيب خلينا نشوف شو عم بيحكوا. Use the present progressive for actions that are happening at the present moment. إذا استخدم المبارع المستمر للأكشينز الأفعال أو الأحداث. المبارع المستمر للأكشينز الأفعال أو الأفعال أو الأفعال أو الأفعال أو الأفعال. نعم. الآن على سبيل المثال عندك الضمائر الآتية اللي حكينا عنها تمام. اللي هي الـ I, will you, will he, will she, will we, will they. خيب، الآن، القاعدة شو بتحكيه؟ القاعدة بتحكي الفعل، بتحكي الفاعل، subject, زائد، الفعل بي، طبعاً، والفعل بي أحد تصريفاته، الثلاثة، إما am أو is أو are، حلو، طيب، زائد، verb ing، حلو، طيب، الآن، خلينا نحلل القاعدة تحليل وضع، الآن الـ subject، الفاعل، اللي هو إما أنه اسم الشخص أو الضمير اللي ذكرت لكم ياهم هون، تمام؟ طيب، الـ I، راح تاخد آم، تمام؟ إذن الـ I، راح تاخد آم، لاحظ، هاي، الـ subject، الـ I، subject، زائد الفعل بي، شو صار الفعل بي صار آم، لأنه I، تاخد آم، تمام؟ هذا الفعل لازم يصير إليه تصريف، واحد من هؤلاء، تمام؟ الآن في عندك الـ U، الـ U، هاي، الـ subject، الفعل بي بديو يتحول، الآن U بديو يصير R، تمام؟ والـ U، بديو يصير R، والـ they بديو يصير R، حلو، إذن الـ U يأخذ R، والـ U يأخذ R، والـ U يأخذ R، والـ they يأخذ R، هؤلاء، نسميههم ضمائر الجامع، حتى لو أقول هذا الـ U كان مفرد، نضمه لضمائر الجامع، لكي تحفظوا القاعدة، تمام؟ الآن يكون لديك ضمائر مفهده هي تأخذ إز والشي تأخذ إز والإت تأخذ إز هم لا تذكرون إت لكن نحن نذكره يعني أنت ممكن تتحدث القطة إتز بلاينج القطة تلعب تكون تشير إلى شيء غير عاقب الآن هون منيجي اختصارها ايام بهاي الطريقة لما بدي اختصارها اختصارها بهاي الطريقة يعني بحذف الأيام وبحط فاصلة بينها الموضوع سهل الآن شو عم بحكي لك؟ عم بحكي لك I am studying now أنا عم بدرس الآن لاحظ حط لك now عشان يورجيك أنه الفعل مستمر عم بيصير الآن طيب you are studying now إنت عم تدرس الآن he is studying now هو عم بيدرس الآن she is studying now he عم تدرس الآن we are studying now إحنا عم ندرس الآن they are studying now هم عم بيدرسوا الآن الآن عم بحكي لك negative اللي هو النفي I am not studying now أنا عم بدرس الآن you aren't studying now إنت عم تدرس الآن he isn't studying now هو عم بيدرس الآن she isn't studying now هي عم تدرس الآن we aren't studying now إحنا عم ندرس الآن they aren't studying now هم عم ندرس الآن لاحظوا؟ شيء غير مدرس الآن ندرس الآن we are there 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 كانت لما عملنا السؤال بدلناهم بس بدلنا أماكنهم هل أنا عم بدرس الآن؟ طبعاً مستحيل واحد يسأل حاله هذا السؤال أنا عم بدرس الآن بيكون يعني شارب له حشيشة هل أنت عم تدرس الآن؟ هل أنت عم تدرس الآن؟ هذا السؤال أكيد يعني تسأل يعني أنت ممكن تسأل ابنك أخوك هل أنت عم تدرس الآن؟ فهذه مستعملة، هذا ليس مستعملة لولا إلا ممكن واحد سألك حكا لك Are you studying now؟ فأنت يعني ليس متأكد شو حكا فحكيت له Am I studying now؟ يعني أنت عم تقصد أني أنا عم بدرس الآن بهذا المعنى Is he studying now؟ هل هو عم بدرس الآن؟ Is she studying now؟ هل هي عم تدرس الآن؟ لاحظ عندما كنا نتحدث عن الجملة الخبرية الآن كنا نتحدث عن He is أول شيء، هل هو لا بدلناه بصور Is he طيب نفس الشيء ضمائر الجامع Are we studying now؟ لا نحن ندرس الآن؟ طبعا ما راح يصبح هذا السؤال إلا من باب الاستهزام They are they studying now؟ هل هم عم بدرس الآن؟ هذه طبعا أكيد مستعملة طيب الآن شو عم بحكي لك؟ عم بحكي لك short answers إجابات I am studying now؟ هل أنا عم بدرس الآن؟ Yes I am نعم أنا كذلك أو أنا أكون أو أنا عم بدرس تمام؟ اختصار Are you studying now؟ Are you studying now؟ الجواب راح يكون yes I am، مش yes you are ما بتصبب تمام؟ لأنه أنا عم بس ألك أنت فراح لتتجاوب بأنا طيب Is he studying now؟ هل هو عم بدرس الآن؟ Yes he is Is she studying now؟ هل هي عم بدرس الآن؟ Yes she is Are we studying now؟ Yes we are Are they studying now؟ Yes they are طبعا ممكن هون واحد يسألك مثلا يحكي لك Am I beautiful؟ واحدة تسألك مثلا تحكي لك Am I beautiful؟ هل أنا جميلة؟ تمام؟ فشو الجواب راح يكون؟ أنت راح تحكي له Yes you are، نعم أنت كذلك طيب الآن الجواب بالنفي، واحد سألك Are you studying now؟ هل أنت عم تدرس الآن؟ فأنت بتحكي له No I am not Is he studying now؟ هل هو عم بدرس الآن؟ No he isn't Is she studying now؟ No she isn't أكلتها طبعا الحفاية راح تلحكي Are we studying now؟ طبعا ما تزبط حكينا Are they studying now؟ هل هم عم بدرس الآن؟ No they aren't طيب ننزل السؤال اللي بعده Questions with what plus present progress الآن إحنا لما كنا نسأل السؤال بالمضارع المستمر كنا نبدل بين هؤلاء الاثنين لكن في أحيانا منضيف أداة السؤال اللي هي مثل What What and where and where and where إذا What are you doing now؟ أنت شو عم تعمل الآن؟ What is he doing؟ What is he doing؟ طبعا ما فيناه وإحنا ضفناها من لنا شو هو عم بعمل الآن؟ What is she doing now؟ What are you doing now؟ أنت شو عم تعملوا الآن؟ هون يضمير جميع وليس مفرد What are they doing؟ شو هم عم بعملوا؟ طيب الجواب What are you doing؟ What are you doing؟ I am studying now What is he doing؟ He is studying now What are you doing؟ What are they doing؟ They are studying now هم عم يدرسوا الآن طيب ننتقل الآن للسؤال إيه Complete the conversation so you can use contractions إذا أكمل محادثة بإمكانك تستخدم contractions ما هي contractions؟ اللي هي الاختصارات هاي شايفة الفصلة هاي يسميها contractions يعني إما أنك تكتب الصيغة كاملة أو تختصرها أنت حر يا حلو What are you studying now؟ هل أنت عم تدرس الآن؟ إذن عندنا U من ضمرة الجمع U شو بتاخد R No I I شو بتاخد M No I am إذن في عندي No إذن بدي أنفل M No I am not Are you studying now؟ هل أنت عم تدرس؟ No I am not أنا لا أدرس رجع هو سأله حطي لك النقطة هون جملة جديدة Are you studying هل أنت عم تدرس؟ Yes I am I am studying for the English test أنا عم بدرس لإمتلحان الإنجليزة أطفال جمع هل أنت عم تدرس الآن؟ Are the children playing هل الأطفال عم يلعبون؟ No they aren't ممكن تدرسي are not أو نستخدم الـ contraction لإختصارات عشان تتعلموا عليها أحسن لأنه are not سهلة لكن aren't أحيانا خبرته فيها الطلاب No they aren't They are إذن they ضمير جمع فبيأخد R TV تلفاز شو الفعل اللي بيجي معك تلفاز المشاهدة أيوا أحسنتم اللي هو watching إذن they are watching خلينا نبعد شوي They are عشان شوفوا الكلمة كيف ينكتب They are watching طبعا watching هون موجودة مكانا تمام بس هم يعني معاطينا وسع Are you watching TV 2؟ هل أنت عم تشاهد تلفاز أيضا؟ No I am الآيشو بتاخد أم نفي No I am not It's a kid's film إذن هذا فيلم الأطفال يعني الفيلم المفضل لديه الأطفال إذن أيوا هون فعلنا علي مفرد إذن شو بده يكون السؤال حكينا إنه منقدم دائما الفعل على الفعل علي مفرد راح ياخد اس Who is علي calling علي مين عم بيتصل إذن الجواب هي اللي هي شو بتاخد اس والفعل اللي هو الاتصال بده يصير calling فنكتبه بالفراغ هون is calling إذن he is calling his brother هو عم بيتصل بأخوه الآن في سؤال عندك سؤال وعندك الضمير مفرد تمام انتو ذاكرين ارجعوا دائما على اللي عملت لكم يا اللي هي شو بتاخد is وبالسؤال لأنه في سؤال بدناهم بس لاحظوا شفتوا الموضوع ما أسهل يعني شوي التركيز بس is he coming here هل هو يعني قادم هنا yes he yes اللي هي شو بتاخد is والفعل وين الفعل أصلا اللي هو coming he is coming نعم هو قادم شايفين ما أسهل الموضوع يلا خلينا يا حلوين ننتقل للي بعده طيب التبرين رقم بي بحكي لك او الحرف بي work with a partner ask and answer about the paper اشتغل مع زميلك واسأل وجاوب عن هؤلاء الناس طيب الآن السؤال رح يضل ثابت والاسم هو رح يتغير رح تحكي what's jake doing إذا جيك شو عم بعمل رقم واحد شايفينه جيك طيب عندك تسأل عن مستر تايلور رح تحكي what's mr. taylor doing إذا فقط جيك تحكي وتحكي مستر تايلور التحكي تحكي تحكي رون تحكي روبرت يوضل جيك ومسكي تحكي واتمر كيف يعمل إذا، ما هو يفعل؟ فالجواب هو يتطلب البيت يتعرض البيت نفس الشيء الآن، سألتنا بأعمل أهلاً إذا، ما هو يفعل أهلاً؟ المسيطة يمكن أن يتحدث أنه يتحقق، هو يتوقف أو يتوقف عم ينتظر يقرأ جريدة. He is reading and use paper. دعنا نروح مكان أوسع. إذن جواب. He is reading and use paper. طيب. الآن في عندنا غريغ أنت سام جامع. يالله يا أفك يا أورجوني كيف راح تسأل. وحكينا المفرد بيأخذ is. الجامع شو بيأخذ. What are Greg and Sam doing. هون السؤال. بيكوا Greg and Sam. عم بيشربوا ماء من الكولر. إذن they هم جمع. R بيأخذ R. والفعل يشرب drinking. شو عم بيشربوا؟ Water. نفس الشيء نرجح هون. What's Toshiro doing. شو عم بيعمل Toshiro؟ Toshiro عم بيحكي مكالمة. إذن نكتب هون. نكتب هون. إذن. He is calling somebody. He is talking in the form. He is in the form. What's Carlos doing. What's Carlos doing. He is doing. an email. What's Mr. Parker doing. إذن سيد Parker. شو عم بيعمل. شو عم بيعمل حسابات. شوية حسابات. He is doing. Some. Calculations. إذن هو عم بيعمل بعض الحسابات. عم بيضق بعض الحسابات. وننتقل يا حلوين للسؤال بعده. listening. استماع. جيري is talking to Tom on the phone. جيري عم بتكلم مع توم بالهاتف. complete the chart about Tom's family. أكمل هذا الجدول. حول توم ساملي. write what each person is doing these days. اكتب كل شخص شو عم بيعملها اليوم. طبعاً تكتسبع المحادثة كاملة. وانت تحاول تستخلص شوحك. وأنا. حاولت أني أجيب الاستماع. أجبت لكم المختصر. أجبت لكم النص كاملة. أجبت لكم المطلوب فقط. طيب هون تم. he is finishing high school. إذا هو. عم بيخلص. أو عم بنهي. البكالوريس. أو يعني. الثالث ثانوي. يعني الثالث ثانوي. أو توجيه. طيب. أجبت لكم المطلوب. ما يفعله؟ أجبت لكم المطلوب. ما يفعله؟ أجبت لكم المطلوب. هي عائلة توم. فأنا أحكي لكم المطلوب. إستمع إلى اللفظ الـ . ومن ثم مارس. ما يفعله؟ ما يفعله؟ ما يفعله؟ أجبت لكم. أجبت لكم. أجبت لكم. هو عم يدردش مع صديق. هو عم يدردش مع صديق. إذا هم يلعبوا. في الحديقة. ننتقل إلى القسم السادس. وهي المحادثة. طيب المحادثة. المحادثة. إذا لوغن عم بيحكي. مرحباً يا داني. هذا لوغن. مرحباً يا داني. أهلاً يا لوغن. كيف الأحوال أو شو عم يحصل. واتساب. لوغن. أنا أتحدث في محطة القطار. أتحرك على جدول الرحلات. داني. أين أنت تذهب؟ إذا ننتم إلى اللغن. لوغن جاءت لجمعي. هو عمي في سياتل. إذا عشان أزور خالي أو عمي. وهو يعيش في سياتل. منطقة في الولايات المتحدة. داني. أنا أحب سياتل. داني أحب سياتل. وهي دولتي أو مدينتي المفضلة. لوغن. داني أحب سياتل. هيا نذهب بعض. هنا أحكي لك. ننتم. يعني النهاية تبعتك. طيب. ماذا يقول داني. ماذا يقول داني. طيب الآن. لوغن. حكا له. هيا نذهب مع بعض. الآن المفروض أنه داني يرد عليه. لكن هم ما حطوا النهاية. وكتبوا لك. إنه النهاية هنا. في ثلاث خيارات. إن تختار واحدة منها. I am busy now. I am helping my dad. فأنت ممكن تحكي. يعني واحد عرض أنك تذهب معه على السفر تمام. تذهب معه على مدينة تانية. عشان تتنزه مثلا. فأنت ممكن أن تحكي له. I am busy now. I am helping my dad. أنا مشغول الآن. أنا عم بساعدة به. I can't. لا أستطيع. I have to study for a test. يجب أن أدرس إلى الامتحان. Good idea. فكرة جيدة. I'm packing right now. أنا عم بحزم الأمتع. إذا tracking يحزم الأمتع. أحوان بحكي لك. What's up معناها. What's happening. شو عم بيصير. شو الأخبار. شو الأحوال بهم. Checking out. Looking for information. I am looking for information. وهو يبحث عن معلومات. وهو يبحث عن معلومات في جدول الرحل. يعني مثلا. القطار يخرج إلى مدينة سياتل الساعة الستة. فهو يكون الساعة الستة في محطة القطار. عشان لا يفوتوا القطار. وبهذا المعنى. About the conversation. حول المحادثة. Where is Logan. أين هو Logan. في مدينة تانية. لأنه يريد أن يذهب. على السياتل. تمام. فهنا ممكن نحكي. We don't know. أو. He is. In another city. هو في مدينة أخرى. تمام. What's he doing. إذن هو شو عم بعمل. فهو. He is. checking out the schedule. تمام. أو. He is at the train station. ممكن نكتب جواب كاملا. خلنا نكتبه هون. He is at the train station. checking the schedule. تمام. إذن هو في محطة القطار عم بشيك على برنامج تمام أو برنامج الرحال. Where is he planning to go. Where is he planning to go. He is planning to go to the Seattle. تمام. حكينا عن المدينة تمام. سياتل. اسم المدينة دائما الكابيتل. تمام. حلوين. يا زاكين يا أمامير. طيب. هنشوفي عندنا فوق الأعلى. دعنا لحظة شوي. هنشوفي عندنا فوق الأعلى. دورك. Roleplay the conversation with a partner. Change the destination and the ending. مارس المحادثة مع شريكك أو زميلك. لكن غير وجهة السفر والنهاية تمام. فمثلا بدل سياتل. ل jos he lives in Jeddah مثلا. صنعوا جدثوا. حوال النهاية عندك ثلاث نهاياتون. خضر واحدة منهم. مثل ما حكينا. طيب. About you. يعني عنك. أو عنك. What films are playing on tv this week. ما هي الأفلام اللي راح يعرضوها هذا الأسبوع فأنت راح تحكي They are playing comedy films إذن هم يعرضوا أفلام comedy What kinds of films are they يعني شو أنواع الأفلام هذه أو نوع الأفلام They are laughing times إذن هي أنواع ضحك يعني تعتمد على الضحك Who are the actors من الممثلين مثلا James James مثلا and John مثلا يعني حط أسماء من عندك What's your في عندك مثلا من المشهورين What's your favorite kind of film شو هو يعني نوع الفيلم المفضل عندك فأنت عندك هون خيارات ممكن science fiction خيال عني documentary وثاق action اللي هو المطاردات والعصابات والشرطة يكون فيه action هيك يعني حماس تمام comedy مضحك تمام إذن my favorite kind of film is action أو documentary أو science fiction أو comment اختار اللي بدك يا ماشين يا حلوين يا زاكيين ننتقل القسم الثامن وهو قسم القراءة reading القسم الثامن قراءة before reading قبل القراءة look at the pictures انظر إلى الصور what place and activities do you think the article is talking about إذا نظر إلى الصور شو هو المكان من النشاطات اللي بتعتقد أن المقالة عم تتكلم عنها طيب خلينا نشوف الآن إذا place they are talking about malls that make discounts تمام that make discounts طيب هم عم تكلم عن مولات اللي بتعمل تخفيضات تمام يعني هاي الوهل الأولى النظرة الأولى تمام طيب هون كتبلك teenagers 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 الشباب المراهقين تمام favorite place يعني المكان المفضل للتينجرز المكان المفضل للمراهقين طيب خلينا نقرأ الناس some countries في بعض الدول they are called the mall generation إذا في بعض الدول يطلق عليها جيل المول you walk into a shopping mall anywhere in the world إذن انت بتمشي في أي مول تسوق في العالم and what do you see وماذا ترى teenagers are chatting talking on cell phones or sending text messages إذا المراهقين عم بيدردشوا عم بيتكلموا بالهاتف و عم بيرسلوا مسيجات they are eating snacks and drinking soda in the food court عم بيأكلوا وجبات سناكس و عم بيشربوا صودة in the food court وباليعني يعني يعني فنحكي ساحة الأكل تعفوا كل مول في مكان يعني مخصص للأكل هذا بيكون في مطارك إذن in the food court shopping بتسوقوا or just hanging out أو بس يعني يعني بتسلوا تمام hanging out يتسكع بتسلى بتمشي they are all wearing similar clothes و كلهم يعني بلبسوا ثياب متشابه shopping malls are still teenagers favorite place to meet friends and socialize إذن يعني أماكن المال ما تزال يعني وجهة أو مكان مفضل للمراهقين to meet friends ليقابلوا الأصدقاء and socialize ويعني يجتمعوا مع بعض malls have all the facilities teens want إذن المولات فيها كل التسهيلات اللي مراهقين بيحبوها there are lots of stores with the largest fashions إذن هناك الكثير من المخازن مع آخر الموضة and all kinds of restaurants وكل أنواع المطار malls have several advantages as hangouts they are safe and they are comfortable in all kinds of weather إذن المولات يعني فيها بعض الإجابيات مثل hangouts الخروج مال they are safe آمنة and comfortable in all kinds of weather ومناسبة لكل أنواع الطقس يعني ببعنا شو مكان الطقس الشيطة الصيف بتكون يعني بالشيطة بتكون دافية والصيف بتكون مكيف طيب after reading why are teens called the mall generation in some countries لش في بعض المدن في بعض الدول بيسموا بدل المول بيسموا يعني جيل المول يطلقوا على الشباب جيل المول تمام جواب مكيف تكون للماتي بيسموا مكيف بيسموا بيسموا إذن غالبية الزوار في المولات هم شباب ما هي النشاطات المشابهة للمول الموجود في دولتك؟ ما هو المول اللي بيكون فيه نشاطات من اللي قرأناها من المطاعم والشباب يروح مع بعض المشابهة اللي في دولتك مثلا في الأردن في عنا مثلا مكة مول ما هي إيجابيات المولات كأماكن للزيارة؟ اللي هي they are safe آمنة، comfortable مريحة، وكامفتول in all kinds of weather يعني مريحة لكل أنواع أو مناسب لكل أنواع الطغس الآن ننتقل يا حدوين للسؤال أو القسم التاسع تمرير الرقم 9 تمرير الكتاب writing put the words in order to make sentences إذا نضع الكلمات من أجل لأنه تصنع جبا أبا يقرأ بقرأ مجلة أو صحيفة في غرفة المعيشة نرتب هذه الجملة هل يأكل ساندوشات في الكافتيريا؟ هل يسأل إيميل لأجلسة؟ هل يكتب إيميل لصديق؟ هل يبدأ بـ is أو are إذا كان سؤال؟ بعدين بالفعل، بعدين الفعل بـ ing، بعدين المفهول به، بعدين توابع مثل الحر في الجر، إلى آخر إذاً she is helping her mother in the housework يعني تساعد أمها في العمل المنزني طيب we aren't playing with the computer games إذا نحن ما نلعب الالعاب الكمبيوتر وهون في عنا السؤال وفي عنا سؤال وفي عنا R ننبدش بR لكن في عنا شغل كمان أنه الأولوية حكينا مرة لwh question فنضع له أول شيء Who are you chatting with إذا نتماع من من أن نتغلتك طبعا ترتيب الجمل يعني إن شاء الله مع الوقت بيصير عندك مهارة وخبرة فيه بحالك مع كثرة حفظ الجمل وتعلم المعالي طيب writing corner تزاوية الكتابة use personal pronouns in place of a person or people إذا استخدم الضمائر الشخصية مكان اسم الشخص مثلا my name is Hussain أنا اسمي حسين ألا بدل ما أحكي أكرر اسم حسين خلص بحكي I am doing my homework أنا عم بعمل واجباتي إذا بدل ما أحكي حسين مرة أخرى خلص استعادت عنه بالضمير I إذا I هو نفسه حسين تمام Amel is a teacher إذا أمل هي معلمة she is teaching her class هي عم بتعلم صف إذا لم أحكيت أمل مرة تانية حكيت يعني لم أحكيت مثلا أمل هي معلمة أمل هي عم بتعلم الصف لا خلص أمل هي معلمة هي عم بتعلم الصف حذفنا أمل ضفنا شيء My brother is a student he is studying إذا أخي طالب حذفت أخي حطيت he is studying هو عم برس My friends are at the mall أصدقائي في المال بدل ما أحكي أصدقائي كمان مرة They are shopping هم عم بتسوق This is my friend هذا صديقي We are talking We are walking to school إحنا ماشيين للمدرس إذن we my friend and I صديقي و أنا و أنا أحكي لك read about صباح family work with a partner ask and answer questions about the members of her family Use personal pronouns إذن اقرأ عن عائلة صباح وإنت وزميلك حاولوا أنكم تسألوا وتجاوبوا أنكم تعملوا أسئلة وتجاوبوا عن أعضاء عائلة صباح Use personal pronouns تخدموا ضمائر شخصية طيب إذن where is صباح خلينا نقرأ الكامل It is Saturday today إذن اليوم السابق I am in my room أنا في غرفتي I am doing my homework عم بعمل واجباتي My parents are shopping at the supermarket والدائي عم يتسوقوا في السوبرماركت My grandfather is in the backyard جدي في الساحة He is drinking coffee and reading a newspaper عم بشرب قهوة عم بقرأ الأخبار I think that my brother Ali is in the park بعتقد أن أخي علي موجود في الحديقة He is riding his bike عم بركب دراجته Or he is running عم بركب My baby brother is in the kitchen With my grandmother إذن أخي الطفل في المطبخ مع ستته He is playing with his toys And she is cooking هو عم بلعب الألعاب تبعته هي عم تطبخ إلى عن الأسئلة Where is صباح إذن الجواب She is in her room حكت هي I am in my room أنا في غرفتي لكن الآن إحنا عم نحكي عنها I am صارت She is وإن بقيت مثل ما هي وما تحولت يعني أنا في غرفتي ما يروم غرفتي الآن إحنا عم نحكي عنها في غرفتها هلو طيب What's she doing She is doing her homework عم تعمل واجيباتها طيب الآن نسأل كمان أسئلة What are parents doing أهلها What are her parents الجواب My parents are shopping at the supermarket لكن My بحذف My وبحط here لنعم نحكي عنها إذن آباءها عم يتسوقوا في السوبر ماركت طيب What is her grandfather doing هلو نحط على عم تستفهام إذن شو عم بيع مرجتها Her grandfather is in the backyard He is drinking coffee and reading a newspaper إذن هو في الساحة ساحة البيت حديقة البيت عم يشرب قاو عم يقرأ مجال What is her brother doing أخوها شو عم بابل إذن بدل She thinks that أو خلاص Her brother علي is in the park he is riding his bike إذن هو في الحديقة راكب دراجته أخوها بحكي لك مشروع Choose a popular teen hangout in your town take some photos find photos from the internet or magazines or draw pictures of the people there write what they are doing present a report to their class عادة هذا يعني ما بيكون مهم السؤال لكن هذا بيقوي مهارته يعني لو أن حاب تطور مستوات اعمل هذا المشروع اختار مكان بيتجمع وفي المراحقين أو الشباب في بلدتك خذ بعض الصور من الانترنت أو أنت التقطها بنفسك أو أنك ترسم صور لهدول الناس تمام وكتب شو عم بيعملوا هدول الناس يعني روح لك على مقهى شو كل واحد يعني واحد راح تلاقي بيحكي التليفون واحد راح تلاقي بيشرب قهوة مثلا إلى آخر خلينا ننتقل لاللي بعد عم بيحكي لك form, meaning and function would like طيب use would like plus noun for things that you want بيحكي لك استخدم would like مع الأسماء للأشياء اللي انت بترغبها طيب what would you like انت شو بتحب I'd like a sandwich طبعا I هي اختصار I would تمام هاي شايفين I'd اختصار I would انا ارغب إذن what would you like I'd like a sandwich أنا ارغب بساندوش what would you like عفل would you like fries بتحب يعني المقالي fries يعني فنحكي عادة هي تتيجي مع البطاطة no I'd like السلط لا أنا أحب سلط لازم معامل دائت لازم كل بطاطة كل what would she like إذن هي ماذا ترغب what would she like نبت تسأل عن يعني أنت أنت وصديقتك في المطعم فسألكم النادل سألك النادل what would she like هي شو بتحب فأنت جاوب تعال she'd like coffee المهم use would like to plus verb for activities that you want to do إذن استخدم would like to هن حكينا بس would like مع الأشياء اللي بترغب تحكي would like a sandwich هاي would like وفي عندك إشي بيتحب وإنت بترساندوش هن نضيف عشان نحكي عن نشاطات أنت بتحب تعملها would you like to watch tv هل ترغب في مشاهدة التلفاز no I'd like to read a magazine a magazine لا أرغب في قراءة أرغب في قراءة المجال use would like with question words what when where استخدم would like مع أسئلة مع كلمات الأسئلة مثل what when where what للصور عن شي when للزمن where مكان what would she like to watch إذن هي شو بتحب تشاهد she'd like to watch a comedy هي بتحب تشوف الكوميديا what would you like to do إذن إنت شو بتحب تعمل I'd like to hang out at the mall I'd would he like to go when he'd like to go to the mall when would you like to eat I'd like to eat at six o'clock إذن أنا بحب أكل على الساعة السابس I'd complete the conversation with would like or would like to use الاختصار هذا اللي هو I'd where possible طيب what إذن what would you like to do today خالد طبعا إحنا حكينا مستخدم to لما يكون في عندنا النشاطات تمام what would you like to do today خالد شو حاد تعمل اليوم يا خالد خالد إذن I would like أو هون مختصر ها I'd like to hang out at the mall إذن أنا أحاب أني أتسكع في المال أطوش في المال في صل OK إذن هون نحظة شوي يخلي عبن مع الجهاز يصح من غيبوته طيب I'd like to check out the new electronics store إذن أنا أحاب أني أشيك على المتاجر الإلكترونية الجديدة sure when would you like to go إذن متى بتحب أنه أروح will I'd I'd like to go at 11 أو clock okay would you like would you like to have lunch at the food court I'd 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 like to I'd like to I'd like a burger and fries إذن أنا برغب في البورجر والبطر I think that I would like pizza and ice cream Wait, let's go إذن أنا توقع أني برغب في البيتزا والأيس كريم حكاله great, عظيم Let's go طبعا دائما سيرت لك الأحلى سيرة Work with a partner, role play, a waiter and a customer in a cafe Look at the big charts and questions and order lunch with woodlai Change roads سيحكي لك أنت وزميلك اعملوا محادثة واحد فيكم الويتر النادل والثاني الكستمر الزبون في مقام وطلعوا على الصور اسألوا السيدة and order lunch واطلبوا غدا فأنت مثلا نادل راح تحكي مثلا good morning صباح الخير what 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 would you like to have شو بتحب إنك تتناول فإنت حكيت mmm I would like I would like a burger pizza and a cup of orange juice يعني أنا أحب بورقر وبيتسة وكاسة orange juice طبعا أرض الحكي بالسعودية ما بوفي بدناك يعني كبسة وكتف خروف الشغلات الدسمة ولا شو رأيكم حبايبي حبايبي طلاب الأول متوسط هاي آخر وحدة خلصنا في وحدة المراجعة إن شاء الله أبرو فيكم فيها الحلقة القادمة استنونا لا تنسوا تشتركوا بالقناة ولا تنسونا نمشي من صالح دعاكم استوى الله لكم التوفيق يا رب في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته